زيادة بنسبة 112% هذا رقم كبير عربي ما الذي أو حقيقة الذي ينتظر الأوروبيون وتحديدا الألمانيون في عام 2023 الحقيقة للمواطنين الألمان والأوروبيين بشكل كامل ينتظرون بالفعل زيادات كبيرة في الأسعار خلال العام القادم الذي سيبدأ بعد أيام قليلة ستصل إلى نسب مرتفعة بشكل كبير الحقيقة الأمر مقسم للشقين هو ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الألماني والأوروبي وارتفاع أسعار الكهرباء أيضا أسعار الغاز في عام 2023 سترتفع ربما أكثر من 122% على المستهلك الألماني تحديدا ويفق بالنسبة لأسعار الكهرباء ربما سترتفع أيضا ل137% تحديدا أسعار الكهرباء التي لديها أزمة كبيرة هنا في ألمانيا ومحاولات من روبرتا بيكوزي الإقتصاد الألماني بأن تكون هناك خطة لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز تحديدا لأن الكهرباء عامة في ألمانيا من المفروض أنها منخفضة للسعر ولكن أسعار الكهرباء هنا في ألمانيا وفي تحد أوروبي مرتبطة ارتباطا وثيقا أيضا بأسعار الغاز لأسباب فنية عديدة لأن هناك محطات بالطبع للكهرباء تعمل بالغاز أيضا ولكن كل الولايات الألمانية الـ 16 أعلنت بشكل مباشر شركات الكهرباء في الولايات الألمانية الـ 16 ولاية شركات خاصة بالمناسبة الحكومة الألمانية لا تملك شركات كهرباء أعلنت بشكل كامل لجميع سكان ألمانيا أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء بداية من شهر يناير ستكون بين 110 إلى 130% حسب سعر كل ولاية يعني أنا أريد أن أذكر الحقيقة أن الأزمة الحقيقية في أسعار الكهرباء في ألمانيا في عام 2010 كان سعر كل كيلو واط في الساعة كان تقريبا 23 سنت وكان يرتفع سنويا بقيمة سنت واحد يعني الحد ارتفع عشرة سنتات لحد عام 2021 وبشكل مفاجئ وفي شهر سبتمبر من العام الجاري أصبح كل كيلو واط ساعة من الكهرباء في ألمانيا وصلت إلى أكثر من 70 سنت و80 سنت لكل كيلو واط ساعة هذه أركاب مرتفعت بشكل كبير جدا ارتفعت لأكثر من 200% خلال الأشهر قيلة جدا على الرغم أنها ترتفع خلال 10 سنوات كاملة كانت 3% فقط أو أقل من ذلك وطبعا بسبب لعملات العسكار الروسية الأرض الأوكرونية وانقطاع الغاز الروسي على الأرض الألمانية طيب عربي تفصلنا عن عام 2023 أيام والجانب الألماني تحديدا أكد مرارا وتكرارا بأن صهريج وأنبيب الغاز ممتلئة لماذا هذه الأزمة إذن؟ الحقيقة صهريج الغاز بشكل كامل على احتياط الموجود هنا في ألمانيا الآن وصل تقريبا إلى نسبة 89 في الباب بعد كان هنا 100% ولكن بالطبع نظرا لانخفاض درجات الحرارة الكبيرة هنا في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي الحقيقة الصور الرئيسي في هذا الأمر هو كان اعتماد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي ألمانيا الآن تشتري الغاز من دول مختلفة في العالم من النروية والمتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية وبالفعل استطعت ألمانيا تأسيس أول محطة عائمة للغاز المسالة الآن في شامل ألمانيا الكميات الموجودة في ألمانيا قليلة إلى حد ما هناك تخوف إذا انخفض درجات الحرارة بالشكل الذي نراها الآن في الموجة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية إذا حصل هذا الأمر هنا في ألمانيا ستكون كارثة بكل الأشكال حتى أيضا بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي إذا انخفض درجات الحرارة هنا لـ 30 تحت الصف و20 تحت الصف لم نرى هذا الأمر هذا العام ووصلت فقط عدة أيام إلى 6 و7 تحت الصف ولكن 40 و30 لم تصل حتى الآن هناك تخوفات حقيقية في ألمانيا من شهر يناير المقبل خلال أسابيع القرية المقبلة في التحاد الأوروبي أن تنخفض درجات الحرارة وتصل نفس الموجودة الولايات المتحدة الأمريكية هنا ستنخفض بالتالي كل مخزول للتحاد الأوروبي ربما إلى 30 و40% ستكون أزمة كبيرة جدا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي لأن كميات الغاز الموجودة الآن في العالم هناك مضربات كبيرة جدا كميات الغاز الموجودة في العالم قليلة بشكل كبير جدا وخطوط الغاز الموجودة كل دولة بالتحاد الأوروبي تحاول بشكل أسرع منفاردة إبرام صفقات بها مختلف دول العالم على الرغم من شهر الغاز الموجود في العالم أنت طبعا تتابع عربي ما يحدث في بريطانيا وفرنسا من إضرابات إزاء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها فرنسا وبريطانيا والتضخم ماذا عن المواطن الألماني ما هي ردة فعله؟ هل هناك توقعات بقيام أو حدوث هذا السيناريو في ألمانيا كما يحدث في فرنسا وبريطانيا؟ الحقيقة النسبة للتضخم الآن في ألمانيا مرتفعة بشكل كبير يعني 10% نسبة للتضخم لم تحدث هنا في ألمانيا منذ توحيد ألمانيا الشرقية والألمانيا الغربية النسبة أسعار أيضا التاكر تفعت في شهر ديسمبر الجاري بالمقارنة بعد ديسمبر من العام الماضي 37% أسعار الغاز والقرباء تحديدا وأيضا المواد الغزائية ربما 30% مقارنة بالديسمبر من العام الماضي الحقيقة خلال الأسابيع القليل الماضية والأشرة القليل الماضية كانت بالفعل هناك وقفات احتجاجية عديدة من المواطنين الألمان رفضين لكل هذا الأمر وكان هناك رفضا من بعض الفئات الألمانية ورجال العمل أيضا للطريقة التي تعاملت بها الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الأوروبي مع الجانب الروسي والعقوبات السريعة التي أوقعت الحكومة الألمانية وحكومات الأوروبية على الجانب الروسي من وجهة نظرهم أن الأمر كان سريعا جدا وكان يجب التعامل بشكل آخر لأن المواطن الألماني هو الذي تضرر بشكل أسرع من هذا الأمر عندما ترتفع أسعار الطاقة إلى أكثر من 200% خلال أشهر قليلة بالمقارنة مع العشرة السنوات الماضية لذلك هناك ضغطا بالفعل كل المواطنين الألمانية يستعدون بداية من شهر يناير على دفع فاتورة مرتفعة جدا وهي فاتورة عام 2022 الذي سينتهي بعد أيام قليلة الجميع هنا بالفعل قام بتوفير كمية معينة من الأموال لدفعها عندما تأتي الفاتورة السنوية التي ستكون مرتفعة وفاتورة قياسية الحقيقة جميعنا ننتصرها هنا في ألمانيا ستكون فاتورة قياسية في تاريخ ألمانيا بالكامل الفاتورة التي ستأتي للمواطنين الألمان خلال الأشرة المقبلة عن تصفية عام 2022 نواب في البرلمان الألمانية عربي يتحدثون عن عدم قدرة الدولة على حل هذه المشكلة تحديدا أزمة الطاقة والبعض تحدث عن إفلاس ألمانيا هل هذا حديث مبالغ فيه خصوصا وأن تدخل الدولة سيساعد في بقاء أسعار الكهرباء منخفضة بنسبة 5% فقط الحقيقة عملية إفلاس الدولة الألمانية هذا أمر مبالغ فيه الطبع من أحزاب المعارضة الموجودة تحت كوبة البرلمان الألمانية حكومة الألمانية يحسب لها أمرا كبير جدا وغايف الأهمية أنها ستطعت خلال المائتين يوم الماضية أن يكون لديها أول محطة عائمة للغاز المسائل في تاريخ ألمانيا لم يكن هناك محطات للغاز المسائل مثل أولندا وفرنسا وحتى البردغال وأسبانيا لكن خلال مئتين يوم هذا الأمر حدث نتيجة الكوة الاقتصادية والمال الذي تملكه ألمانيا وتساعد بدول الإتحاد أوروبي أيضا الآن لذلك أصبح هذا بشكل سريع لأن السوق العالمي لمحطات الغاز المسائل هو سوق نادر جدا 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 ولكن ألمانيا استطعت تأجير أربعة محطات بشكل سريع جدا لو دفعت تقريبا أربعة مليارات يورو في هذا الوقت القصير في هذا الوقت القصير لإستئجار هذه المحطات ولكن عملية إفلاس الحكومة الألمانية أمر مستبعت تماما هناك صفقات بالفعل تم إبرماع مع مختلف دول العالم لشراء الغاز وتأمينه حتى المستشار الألماني أولاف شولز قال أننا لم نعود نخاف من الشتاء الحالي على الرغم من الخوف من شهر يناير ولكن تصريحات الحكومة الألمانية متبسلة في أولاف شولز لا يوجد خوف من هذا الشتاء ولكن ربما هناك خوف من شتاء 23 أو 24 بعد عام تقريبا ولكن قال أن العام المقبل سوف تكون هناك محطتين زائدتين للغاز المسال في ألمانيا وفي طريقنا العام المقبل لتأمين كل هذه الأمور